اشتركوا في القناة المزيد من الفلسطينيين يفرون من رفح مع تقدم الجيش الاسرائيلي في وقت تجري فيه مفاوضات الفرصة الاخيرة في القاهرة لتوصل الى هدنة بين اسرائيل وحركة حماس ظاهرة الاعتداء على سياسيين المان كاميرا دي دابليو توثق اعتداء اثنين من المارة على سياسية من حزب الخضر في مدينة دريسدن اهلا بكم اعلن امين سرج للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ رفض ما وصفه اي شكل من اشكال الوصاية على معبر رفح البري الذي يربط غزة بمصر يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الاسرائيلي وعمليته العسكرية في مدينة رفح والتي قام من خلالها بالسيطرة على المعبر الحدودي مع مصر في عملية عسكرية يقول انها محدودة وفي هذا السياق ذكرت تقارير صحفية اسرائيلية ان شركة امنية امريكية سوف تتولى ادارة المعبر بعد انتهاء العملية العسكرية الاسرائيلية في المدينة قال وزير الدفاع الامريكي ان الادارة الامريكية تعكف حاليا على مراجعة بعض المساعدات الامنية في سياق تطور الاحداث في رفح يأتي ذلك بعد قيام البيت الابيض وفق مصادر امريكية بوقف شحنة اسلحة الى اسرائيل كون ادارة بايدن تشعر حاليا بالقلق بشأن استخدام قنابل تزن الفي رطل ضد مدينة يحتم بداخلها اكثر من مليون من سكان غزة وبحسب المسؤول الامريكي فان وزارة الخارجية في عاشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل اسلحة اخرى بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة والحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من واشنطن البروفيسور ادمون غريب الاكاديمي والخبير في الشؤون الامريكية والدولية اهلا بك معنا في هذه النشرة بروفيسور غريب واشنطن اذا علقت ارسال شحنة اسلحة الى اسرائيل الاسبوع الماضي وفق المعلومات هل من تفاصيل اكثر هناك تفسيرات مختلفة لما حدث الولايات المتحدة علقت ارسال شحنة من التخائر التي كانت قد بيعت لاسرائيل منذ فترة ويعتقد الكثيرون هنا بان هذه القطوة من قبل الادارة الامريكية هي نوع من الرسالة التي تقوم الولايات المتحدة بارسالها الى اسرائيل لتقول لها بانها غير راضية عما تقوم به وخاصة بعد في غزة وخاصة في رفح وذلك لان الادارة الامريكية والرئيس بايدن حتى انه مرة تحدث بان اي عمليات هجوم او غزو لرفح ستعتبر خط احمر ولكن يبدو ان الادارة الان تتراجعت قليلا من ناحية حيث تقول بان هذه العملية هي عملية محدودة التي تقوم بها اسرائيل في رفح وخاصة ولكن هناك تداعيات كثيرة ايضا حول ما يشي هناك هل هناك علاقة لاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية خلال الفترة الماضية بالموقف الامريكي هذا اعتقد ان هناك عدة اسباب وراء ذلك بعضها طبعا هو ان الادارة الامريكية بدأت تصل الى قناعة بان سياستها الداعمة لاسرائيل قد بدأت الى حد ما تؤثر على سماعتها ومستقفيتها عالميا وان هناك حتى عدد كبير من حلفاء الولايات المتحدة الذين بدأوا يتخذوا قرارات وخطوات مختلفة عن تلك التي تعتبرناها واشنطن هذا من ناحية ولكن من ناحية اخرى كما تفضلت حضرتك وهناك بعد اخر مهم جدا وهو البعد الداخلي من ناحية اصدقاء اسرائيل الاقباء منظمين جيدا ممولين جيدا لديهم قدرة كبيرة وفي الاعلام في مراكز الابحاث ولكن في نفس الوقت بدأنا نرى ان هناك اولا في الجامعات الامريكية وقد انتشرت المعارضة في حوالي اكثر من 150 جامعة ولا تزال طبعا بعضها قد تم اغلاق الاماكن التي حاول المتظاهرين السيطرة عليها واعتقلت حتى الان اكثر من 2000 طالب ولكن هذا الدعم من قبل طلاب الجامعات والاكاديميين لا يزال يتوسع وهناك معارضة قوية لموقف الادارة بالاضافة الى ذلك هناك ايضا مكونات شعبية مختلفة من العرب الامريكيين الافارضة الامريكيين ذوي الاصول اللاتينية بعض الكنائس المسيحية قيادات يهودية ومؤسسات يهودية امريكية هي ايضا تعارض سياسة الحكومة الاسرائيلية وهذه تضغط من اليسار على الرئيس بايد شكرا لك البروفيسور ادمون غريب كنت معنا من واشنطن شكرا لكم ادت سيطرة القوات الاسرائيلية على معبر رفح على الجانب الفلسطيني الى زيادة المخاوف من احكام اسرائيل السيطرة على جميع المعابر البرية المؤدية الى قطاع غزة واجبرت هذه الخطوة الاف الفلسطينيين على الفرار مرة اخرى الى اماكن اكثر امانا كما قلصت الامالة في التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين ووقف اطلاق النار ملاجئ مؤقتة في بحر من الركام والانقاط خان يونس باتت خرابا ومع ذلك شرع الاف الفلسطينيين في العودة بعد ان امرتهم اسرائيل باخلاء اجزاء من مدينة رفح في اقصى جنوب القطاع وكانت القوات الاسرائيلية قد سيطرت على معبر رفح الحدودي مع مصر وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من اعلان حماس موافقتها على اقتراح وقف اطلاق النار الذي رفضت اسرائيل قبولها كان الهدف من مقترح حماس امس هو منع التواغل قواتنا في رفح وهذا لم يحدث فكما قرر كابينت الحرب بالاجمع يعتبر مقترح حماس بعيدا جدا عن مطالب اسرائيل الاساسية لم يكن الهجوم ذلك الهجوم الشامل الذي ابدا كثيرون خشيتهم منها ولكن باستلاء القوات الاسرائيلية على المعبر توقفت جميع المساعدات الانسانية التي تمر عبره في غضون ذلك تتواصل مفاوضات وقف اطلاق النار ولكنها في مهب الريح اننا في لحظة حاسمة بالنسبة للفلسطينيين والاسرائيليين وبالنسبة لمصير المنطقة برمتها واي اتفاق بين حكومة اسرائيل وقيادة حماس امر ضروري لوقف المعاناة القاسية للفلسطينيين في غزة وللرهائن وعائلاتهم نصف سكان القطاع تقريبا فروا من منازلهم للاحتماء في رفاحة والان عليهم الفرار مجددا ولكن مع تدمير اسرائيل مناطق كثيرة فقد كثيرون الامل تقيمت من الحياة لان غزة ما فيش فيها حياة غزة ما فيش فيها مستقبل غزة وقت ايش اولادنا بدهم يتعلموا ان كان المدارس سكرت غزة ما فيش فيها صحة وفيش فيها مستشفيات فيها ايش العيسة كيف بدأ العيسة تبقى في غزة كل الانظار الان تتجه الى المفاوضات في القاهرة حيث يحاول الوسطاء انقاذ ما تبقى من امكانية لوقف اطلاق النار ونتحول الى القاهرة ينضم الينا من هناك الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الاهرام اشرف العشري اهلا بك معنا في هذه النشرة سيد العشري هناك تشاوم اسرائيلي بشأن التوصل الاتفاق فيما ترى واشنطن ان هناك فرصة جيدة لسد الفجوات ومصر تبدو متفائلة من اين يأتي التفاؤل المصري؟ مسير خير لحضرتك والسادة المشاهدين بكل تأكيد هناك وركة عامل مصرية قدمت للجنبين الفلسطيني والحماس ومثلة في الجنب الفلسطيني اعتقد ان هناك حماس وفاقة على عزيل الورقة واصل لديها بعض الاختلافات او التبايينات فيما يتعلق بالسياغات الخاصة بعزيل الورقة والجنب المصري لديها اجتماعات بالامس واليوم في القاهرة عبر خمس وفوض المصرية والقطرية والامريكية والوافد الاسرائيل ووافد حماس الموجود في القاهرة وتتواصل الجهود في محاولة لتضييق شقة الخلاف بين حماس واسرائيل من ناحية خاصة ان هناك جهود امريكي يبذل في اطار زيارة السيد بيليان بيرنز الى تل قبيب اجتماعه بعد نصف ساعة من الان مع سيد بني متنياهو في محاولة لامكانت ان يكون هناك ضمانات في عاوض تصوير المفاورات بجدية وامكانت الوثيقة او توقيع الوثيقة في القاهرة خلال الايام السلاسة القادمة على اكثر تكتير طيب لو تحدثنا بالتفاصيل اكثر سيد العشري اين العقبات الان العقبات ان حركة حماس مصممة على ان يكون هناك بالفعل ضمانات خطية تقدمها الجانب الاسرائيلي ويمكنها الجانب الامريكي لكل من حماس عبر القاهرة وقطر فيما يتعلك وقف كامل لإطلاق النار اسرائيل ترى انه لابد ان يكون هناك بالفعل استياغ التعبير الجديد وهو ان يكون هناك هدوء مستدام واعتقد ان حماس ما زالت حتى هذه اللحظة تمتنع او تعارض وترى انه لابد ان يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار حتى يبدأ تسليم الجدول المتفق عليه في المراحل الاتفاق باريس 2 اي الاتفاق الاطاري عبر ثلاث مراحل كل ما حالة 42 يوما واعتقد انك توافق في كثير من النقاط هناك بعض الخلافات القليلة التي تحتاج الى عارض سياغة وتقديم ضمانات امريكية مقابل ان يكون اكتزام حماس ايضا فيما يتعلق بالتوصل الى اي تفاهمات يتم سياغطها حتى يتم بالفعل بدء تبادل عمليات الاصر والسجناء الاسرائيليين مقابل الاصر الفلسطينيين مقابل ان يكون هناك عودة لشاحنات 500 شاحنات يوميا ان يكون هناك في اليوم السابع من المرحلة الاولى عودة النازحين من الجنوب الى الشمال وان يكون هناك بالفعل الغاء او تعطيل ما يعرف بمعبر نت ساريم حتى يكون هناك ايفيد اسرائيلي على عمليات التهجير السكان او نقل السكان او العودة من الجنوب الى الشمال هناك بعض النقاط ايضا نتينه يقول انه لابد ان يكون هناك بالفعل نوع من ان يكون هناك بالفعل لتسليم كافة انواع السلاح الموجود لدى حلقة حماس وخاصة الجهة العسكري في منطقة رفح ومن اجل هذا هو قام بهذه العملية في منطقة رفح بالامس واليوم واعتقد انها عملية كمقالة اسرائيل عملية صغيرة ومحدودة لكنها مصممة على البقاء في رفح حتى يكون هناك توصل لصيغ التفاهم او محاولة للضغط على الجنب الاسرائيلي والتركاء الاسرائيلي تقديم تنازلات اعتقد حماس قدمت تنازلات كثيرة وربما في الساعات القادمة اذا عاد السيد وليم بيرنز من تل أبيب ببعض الاخبار السرة سيكون هناك حالة من الاستمرار بكثير من الجدية والنجاعة في المفاولات الجارية في القهرة وهذا ما سنتابعه شكرا لك أشرف العشري مدير صحيف تحرير صحيفة الأهرام كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا وحول آخر تطورات الميدانية في مدينة رفح بعد السيطرة الكاملة للجيش الاسرائيلي على معبري رفح وكرم أبو سالم وتداعيات هذا التواغل على الأوضاع الإنسانية هناك وفن الصحفي عادل الزعنون بهذه الرسالة المصورة لا زال الجيش الاسرائيلي يسيطر بشكل كامل على معبر رفح الحدودي مع مصر وحدوده وأيضا منطقة معبر كرم أبو سالم التجاري وبالتالي التأثيرات السلبية على المستوى الإنساني وعلى مستوى إدخال المساعدات كذلك على مستوى الصفر المواطنين بشكل استثنائي أي لحوالات الطوارئ سواء ما يتعلق بالمرضى أو الجرحة أو ذوي الحالات الضرورية للصفر كل ذلك توقف لتماما وما يزيد من الأعباء على المواطنين والقصوى أن إغلاق هذا المعبر يشعر الكثير من المواطنين الفلسطينيين في القطاع من أن إسرائيل قد أحكمت الحصار ومن أن السيطرة على معبر رفح الحدودي تعني أيضا لكثير من النازحين أن إسرائيل ستبقى لفترات طويلة تسيطر على كل القطاع وبالتالي الحرب لن تنتهي قريبا كل ذلك يزيد من الضغوطات أيضا إلى جانب الضغوطات الإنسانية والوضع الذي يوصف بالكارث على هذا المستوى أيضا على المستوى المعنوي والنفسي الأوضاع في غاية الصعوبة كل ذلك يأتي في وقت صعد الجيش الإسرائيلي من ضرباته الجوية والمدفعية والبحرية على رفح وأيضا على وسط القطاع ومدينة غزة وشمال القطاع بمعنى عشرات الغارات الجوية وعشرات القذائف المدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي في الـ 24 ساعة الأخيرة وترافق هذا مع اشتباكات مسلحة سواء في المنطقة الشرقية الجنوبية للرفح التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية والتي تقول الفصائل وخصوص الحماس لأنها أطلقت عشرات قذائف الهون باتجاه القوات الإسرائيلية أو منطقة نتسرين في جنوب مدينة غزة التي شاهدت مزيدا من إطلاق قذائف الهون باتجاه القوات الإسرائيلية إلى ألمانيا حيث قالت الشرطة أن عمدة برلين السابقة فرانسيسكا جيفاي أصيبت بجروح طفيفة في هجوم في العاصمة الألمانية وفدت الشرطة أن جيفاي وهي وزيرة حالية لشؤون الاقتصاد والطاقة في حكومة ولاية برلين تعرضت لهجوم مفاجئ من الخلف بحقيبة مليئة بمحتويات صلبة على رأسها ورقبتها وقد تم التعرف على الفاعل نتحدث أكثر عن هذا الاعتداء على السياسية البارزة وأيضا سياسيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية لذلك ينضم إلينا من استوديوهاتنا في برلين ناصر جبار الصحفي المختص بشأن الألماني ناصر ما الذي نعرفه عن الاعتداء على وزيرة الاقتصاد في حكومة ولاية برلين السيدة جيفاي أهم شيء نعرفه هو أن سيدة جيفاي بخير واستعنفت عملها اليوم بحسب بيان لحكومة ولاية برلين السيدة جيفاي تعرضت أمس لاعتداء كما جاء في الخبر وأصيبت بجروح طفيفة نعرف أيضا أن الشرطة الألمانية اعتقلت المتهم بارتكاب هذا الاعتداء وتقول الشرطة أنه له سوابق بخصوص الارتكاب ما يعرف بارتكاب جرائم الكراهية ولكن هناك مؤشرات إلى أنه مصاب بأمراض نفسية ولكن نعرف أيضا أن السياسيين دقوا ناقوس الخطر أمس عقدة وزراء داخلية الولايات الألمانية 16 اجتماعا في هذا الخصوص اجتماعا طارئا من أجل بحث هذه السلسلة من الاعتداءات على السياسيين في الأيام الماضية إذن هناك عدة اعتداءات ناصر حدثت خلال أيام الماضية ما القاسم المشترك بين هذه الاعتداءات المتعددة ضد السياسيين في شرق ألمانيا منذ يوم الجمعة الماضي سجلنا خمسة اعتداءات أربعة منها حدثت بالفعل في شرق ألمانيا في مدينة دريزدن واعتداء عن أمس على وزيرة الاقتصال في حكومة ولاية برلين هنا في جنوب العاصمة الألمانية عندما تقول الشرطة أن هذا الرجل الذي يعتقل اليوم معروف بارتكاب جرائم كراهية وعندما تلقي أيضا الشرطة ضد المتهم الذي ارتكب إحدى أخطر الجرائم الاعتداءات في دريزدن الجمعة الماضية بأنه ينتمي إلى اليمين المتطرف أعتقد أن القاسم المشترك الأول هو أن الذين يقفون خلب هذه الاعتداءات ينتمون إلى اليمين المتطرف أو يتعاطفون معه نقطة قاسم مشترك آخر هو جميع هذه الاعتداءات تؤشر إلى حالة الاستقطاب الشديد في المجتمع الألماني ولكن أيضا إلى وجود حالة من الغربة بين النخب بين السياسيين من ناحية وبعض الشرائح في المجتمع أعتقد هذه القواسم المشتركة الثلاثة التي تجمع جميع هذه الاعتداءات الخمسة منذ يوم الجمعة الماضية شكرا لك ناصر جبار الصحفي المختص بالشارة الألمانية كنت معنا من استوديوهاتنا في برلين ونتحول إلى المعركة القضائية حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة إذ أقامت منصة التواصل الاجتماعي الصينية دعوة قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الجديد الذي سيجبر شركة بايدانس الصينية المالكة لتيك توك على بيع التطبيق أو حضره في الولايات المتحدة ومن المحتمل أن تكون الدعوة القضائية بمثابة أخبار سارة لمستخدمي المنصة وكذلك للمبدعين الذين يكسبون المال عبرها ضاحية بوتكين كريك في ولاية ميريلاند لوك مكفادن صياد السلطعون يستعد للموسم ويمكن مشاهدة استعداداته بالإضافة إلى محتوى كبير حول حيوان السلطعون على منصة تيك توك الآن لديه مليون وسبعمائة ألف متابع بمحد الصدفة أصبحت رجل السلطعون على الإنترنت كما يسمونني وقد عجبني الأمر حتى أصبح هذا عملي اليوم صياد السلطعون قلة على تيك توك لذا تمكن لوك من إنشاء مكانة لنفسه على الإنترنت ومع الزبائن وقد ساعده الوصول إلى عدد كبير من المتابعين على الاستغناء عن الوسيط والابتعاد عن البيع بالجملة 95% من زبائن ياتون من تيك توك المنصة فتحت لي آفاقا جديدة ولفتت انتباهي بشكل جنوني عدد متابعي ضخم للغاية ولكن ما يدهشني هو رؤية الأشخاص ياتون إلى هنا فقط لمجرد أنهم شاهدوا أحد فيديوهاتي ما زلت لا أصدق الأمر لكن التشريع الجديد قد يجبر لوك مكفادن على تغيير مساره أدت المخاوف من احتمال قيام شركة بايد دانس الصينية المالكة لتيك توك بإساءة استخدام بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى إصدار قانون يمكن أن يحضر تيك توك في الولايات المتحدة ما لم تبع بايد دانس المنصة في غضون تسعة أشهر أثار الحضر المحتمل استياء بين مستخدمي تيك توك البالغ يعددهم 170 مليون في البلاد ناهيك عن صانعي المحتوى لقد سمح لي تيك توك بتطوير أعماله بعشرة أضعاف في وقت قصير هناك الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين الذين فعلوا نفس الشي عبر تيك توك سأكون بالتأكيد منزعجا إذا تم حضره الأمر كلفني الكثير من الجهد وقد قمت بإنتاج آلاف مقاطع الفيديو وهذا تطلب مني آلاف ساعات العمل لكنه لم يقتنع بأن تيك توك سيختفي من متاجر التطبيقات الأمريكية أشك في أنه سيتم حضره لن يسمح بالتفريط في تطبيق قيمته مليارات الدولارات سيتم بيعه أو شراؤه أو شيء من هذا القبيل ومن بين المتشككين بشأن الحضر جيمس لويس الخبير في قضايا التكنولوجيا والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن هناك الكثير من العوائق القانونية أمام الحضر الذي لن ينجح لا سيما مع وجود التعديل الأول للدستور وحماية التعبير وتعديل بيرمان الذي تم اعتماده صراحة للسماح للأمريكيين بالوصول إلى هذا النوع من المواد تعديل بيرمان تشريع عمره عقود لحماية التدفق الحر للمعلومات ويعتقد لويس أن تعديل بيرمان سيشمل تيك توك أيضا قد تصبح القضية في عهدة المحكمة العليا تيك توك قالت أنها تحضر ملف دفاعها القانوني لتبقى في الولايات المتحدة اطمئنوا لن نذهب إلى أي مكان نحن واثقون من ذلك وسنواصل النضال من أجل حقوقكم مثل هذه الدعوة القضائية ستؤدي إلى إيقاف مؤقت لحضر تيك توك ربما لعدة سنوات ما يمنح المبدعين مثل لوك مكفادن وقتا للتكيف مع التغيير الهائل في الشان الأوكراني أعلنت روسيا أنها شنت ضربات بالصواريخ والمسيرات على منشآت أوكرانية للطاقة ومواقع عسكرية ردا على هجمات قامت بها كييف على منشآت للبونة التحتية وأكدت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت توليد وتوزيع الطاقة في ست مناطق للهجوم بما في ذلك المناطق المحيطة بالعاصمة كييف ويعمل الفنيون على إصلاح الأضرار وسط احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء كثيرة من البلاد يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لقصف روسي مكثف وصعوبات في التجنيد وبطء في تسلم المساعدات العسكرية بينما تمسك روسيا بإزمام المبادرة في مواجهة الجيش الأوكراني هذا وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتستمر معها معاناة المدنيين وبخاصة الأطفال ومن بين قصص المعاناة كفاح الصبي الأوكراني رومان في رحلة العلاج من الجروح الخطيرة التي تسبب فيها قصف صاروخي ما جعله يخضع لعشرات العمليات الجراحية في بلاده وفي ألمانيا أيضا كاميرا دي دابليو رافقته في رحلة علاجه وإعادة تأهيله ووافتنا بالتقرير التالي في صيف عام 2022 غير قصف صاروخي على وسط فينيتسيا حياة رومان ووالده تماما فقد أسفر القصف عن مقتل والدة الصبي وإصابة الصبي بجروح بليغة في ذراعه وساقه وحروق في جلده أمضى ابني ثلاثة أيام في العناية المركزة في أوكرانيا وأجريت له أول عملية جراحية هناك نظرا لوجود ثلاث شضايا صاروخية في رأسه لكنه كان محظوظا لأنها اخترقت الجزء الأول فقط من جمجمته ومن هناك تم نقل رومان إلى مستشفى في ليفيف ثم إلى بولندا قبل نقله جوا إلى هذا المستشفى في مدينة دريسدن الألمانية عاش رومان ووالده هنا خلال الأشهر الأولى من علاجه والآن عاد رومان لمزيد من العلاج خضع رومان لثلاث وثلاثين عملية جراحية خلال العامين الماضيين ويجب أن يخضع كل أربعة أشهر لمزيد من العمليات الجراحية أثناء إقامته في ألمانيا تعلم الصبي اللغة الألمانية جيدا لدرجة أنه يمكنه الآن الترجمة لوالده في عيادة الطبيب ويتذكر طبيبه المرة الأولى التي رأى فيها رومان عندما تم إحضاره كان في حالة خطيرة لأنه كان قد أصيب بحروق شديدة من الدرجة الثالثة في كامل الرأس والوجه والأطراف السفلية والعلوية مع إصابة حوالي أربعين إلى خمسة وأربعين في المئة من سطح الجسم على كلا الجانبين عندما يكبر رومان سيتعين على الأطباء التأكد من أن ندوبه لا تعيق حركته ويحمي قناع الضغط الذي يرتديه حاليا بشرته ويمنع المزيد من الندبات وحسب والد رومان فهو يثق في الأطباء الألمان ويقول الطاقم الطبي في المستشفى إنهم أحبوه كثيرا في أواخر العام الماضي عاد رومان ووالده إلى أوكرانيا لبضعة أشهر حيث عاد رومان إلى المدرسة وبدأ في الرقص وتلقي العلاج من المتخصصين في ليفيف وفي دريسدن التي عاد إليها أصبح جدول رومان أكثر صرامة فهو يتعلم في المدرسة الألمانية في الصباح وفي المدرسة الأوكرانية عبر الإنترنت في فترة ما بعض الظهر كما يجب عليه القيام بتمارين بدنية لعادة التأهيل ومتابعة دروس الأكورديون مع والده يقول رومان إنه معتاد على زيارة دريسدن لكنه يفتقد وطنه كثيرا أشعر بأنني بخير في دريسدن دريسدن هي منزل الثاني لكن بيت الرئيسي بيت الأكبر هو أوكرانيا لدي الكثير من الأشياء والأصدقاء في أوكرانيا وأجدادي هناك لا أستطيع رؤية أجدادي هنا أراهم فقط عبر الإنترنت لكن حاليا على رومان ووالده البقاء في دريسدن حيث يخضع لعلاج طويل يغير حياته إلى الرياضة ويأمل مشجع الكرة الألمانية في أن يكون نهاي دور أبطال أوروبا ألمانيا خالصا حيث يستضيف ريال مدريد نظيره باير ميونيخ اليوم الأربعاء ضمن مواجهة إياب نصف نهاي دور الأبطال وسيطر التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين التي يقيمت في الأراضي الألمانية ويواجه الفائز في المباراة دورتمونت على ملعب ويمبلي في لندن في الأول من يونيو المقبل بروس دورتمونت تأهل إلى نهاي دور أبطال الأوروبا بعد فوزي على باريس سانجرمان وسجل ماتس هوميلز هدف المباراة الوحيد بعد دقائق فقط من بداية الشوط الثاني في مباراة حاول فيها باريس سانجرمان العودة لكنه لم يتمكن من هزي شباك دورتمونت رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريق الفرنسي ومنح الفوز دورتمونت التفوق بنتيجة المبارتين بهدفين مقابلة لا شيء إلى هنا ختام النشر أشكركم وإلى اللقاء